بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الروح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسري من القلب والروح إلى القلب والروح وأن يعيننا وإياكم على التعلم والتعليم نتوقف اليوم مع أحد الأعلام مع أحد الأعلام الذين نفخر بهم مع أحد العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم وفي التعلم وفي التعليم مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن عبد الله ابن عباس من مشاهير أعلام الإسلام ومن مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن الوقت على ساعته أو ضيقه لا يسع أن نستوعب الكلام لنعرف أنفسنا وأولادنا بعبد الله ابن عباس وإنما نتوقف في هذه اللحظات مع بعض اللقطات مع بعض اللقطات لهذا العلم الذي يلفت نظرنا فيه أول ما يلفت نظرنا وهو مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حداثة شبابه أو في حداثة عمره لم يبلغ الثالثة عشر أو الرابعة عشر لكن هناك فيه سر عجيب ساري فيه وباقي معه طول حياته من أنفاس دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بشيء من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا له صلة بالسيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الأطفال أو من الشباب الذين كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرفهم الله بشيء من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دعا له رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه الدعوة فيها سر أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق سبحانه وتعالى أعلى من أن يرد دعوة لنبيه صلى الله عليه وسلم فتلحظ بعد ذلك في ابن عباس ما يجعل الصغار قبل الكبر ينشط للعلم ويعرف معنى العلم تجد ابن عباس بعد ذلك يتلقى العلم فلا يأبى يتلقاه من رسول الله أولا كما علمنا من هذا وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله home تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضر given you لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف من أول رسول الله ثم يستمر ابن عباس بعد ذلك فلا يجد فرصة يتعلم فيها من صغير أو كبير من أصحاب رسول الله ومن غيرهم من مسلم وغير مسلم إلا ويتلقت للعلم فهو كتاب مفتوح فيمتلئ علما ويصير ابن عباس مستشارا لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعتمد رأيه ويقدم على رأي كثير ممن تقدمه في السن فهو من أهل العلم من أهل الكفاءة ويقدمه عمر رضي الله عنه حتى في تفسير قوله تعالى في سورة النصر لما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ويرى مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا ويرى ابن عباس أن ذلك أجل رسول الله قد نعاه الله سبحانه وتعالى أو قد ساقه الله إليه فيقدم ويبهر عمر بفقه هذا الصغير من عباس بعد ذلك حمل فقهه ودرايته بالقرآن وفتاويه وهو من أكثر الناس إفتاء فناظر الخوارج ومناظراته للخوارج كانت علامة صحيح رجع منهم الثلث وبقي الثلثان لأن كان فيهم عناد كان فيهم جفوة وقسوة لكن مناظراته أصلت للوسطية وأصلت لنفع الناس بما تعلمه العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بحيث ينفعنا وينفع بنا ويجعلنا نفعا لخلقه وسببا للخير في الناس أجمعين شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين